عايز أسأل حضرتك وبرده اللي بيتابعنا دلوقتي فكرة إيه هي الاضطربات اللي ممكن أتسامح معاه اللي أنا أقول ممكن الطفل أو المراهق مع مرور الوقت مع التنشئة الاجتماعية مع التفاعل مع الآخرين يتغلب عليها وإيه الاضطربات اللي أنا ماينفعش أتسامح معاه لا هي دليل أو مؤشر على وجود مرض نفسي وده يستدبعه طبعا الذهاب لطبيب نفسي والثقافة دي إن أنا أحاول أعالج ابني أوبينزي إيه المسموح بيه اللي ممكن التصالح معاه وإيه اللي أنا بيقول لي كده جرس إنذار لأ في مرض نفسي يجب أن يعالج طيب إحنا في البداية خلنا نقول إن الطراب مش بييجي وليد صدفة أو لحظة هو بيحصل أعراض بعرف الأعراض دي زي المنبه لأ ستوب ابنك أو بنتك عندها مشكلة إيه بقى أبرز الأعراض دي طيب أبرز الأعراض دي ولازم يكون عرض من أعراض أو اتنين مع بعض العزلة الإجتماعية بيقعد فترات طويلة لوحده أو ممكن عكس هو عنيف يعني ممكن يكون متقبل النازم وعنيف أو هو نعزالي اللي اتنين فيهم خطورة عنده سوء تغزية فجأة يا إما نحافة شديدة يا إما سبنة مفرطة مش عايز يتعامل حتى مع أقرانه حتى مع أخواته يعني يا بغير منهم أو مش عايز يتعامل خالص رافية تتعامل مع أي حد جديد أو الناس اللي كانوا فيهم دراسة ضعف تركيز تشتت انتباه السوق في التحصيل الدراسي كل ده مبادئ ممكن نقول إيه مثلا بتفرج على التليفون مثلا فترة طويلة بتفرج على التليفون فترة طويلة هو مهايبر فممكن نقول مثلا هو لا لا من الاختبار يعني هو ممكن بس لما يبدأ نخش بقى في مرحلة ان هو بدأ يجيله كوابيس بشكل مستمر أو أكثر خطورة الهلع الليلي بيقوم كل يوم وشه أحمر ومش قادر يفتكر الحلم ومش عارف ينام بقاش عارف ينام لوحده بيخاف من الظلمة حاجات دي كلها أرام لا فيه مش كرة طيب بدأ مش عايز يذاكر مش عايز يوم أصلا من السرير يميز أي نشاط النظافة الشخصية فيها مش كرة هو فاقد الشغف التلعصم المؤقت أو التحتها أثناء الكلام كل دي علامات لا ستوب أنا كده ابني عنده مش كرة دي ظواهر بدأت تحصل بسبب ايه الصدمة يعني ايه صدمة هو الصدمة صدمة كانت بسيطة أو معقدة أو حد وممكن اي حد فينا يتعلق بالصدمات هي على حسب نوع شخصيته يعني الشخصيتات القوية أو الجريئة من أطفال اللي هي ممكن تبقى جناتك كرة يتعدى الصدمة عادي وفاة حد كان عزيز عليه بابا أمامة انفصال بابا أمامة اللي اتنين بيدخلوا مع بعض فترات طويلة قدام أطفالهم بالزبط هم دايما مهملينه حلم الأبوين انت لازم تعمل كلا هو مولوش قرار دايما فيه تبويخ لابني مفيش مدح ليه لما تجبر هتفهم الحاجات دي انت لست صغية كل شوية قدام الناس اجبراته مفيش دايما اختيارات بكبيره الإزاء النفسي اللي فيه شتايم وجمر سامة أو الإزاء البدني دائما المقارنات شفت أخوك عامل إيه أو شفت باندخالتك عامل إيه أو شفت عامل إيه الاختلاف في التعامل بين بابا وماما بابا بيعمل بشكل وماما بتعامل بشكل المعاملة اللي دايما التهديد أو التدليل الزايد السيد دكتور هو أنك كده ما بتوصفش الأغلب الأعام من الأطفال من بداية عمره مثلا تسع سنين لأربعتاشر سنة يهومش ده اللي موجود في كل الأطفال اللي موجودين كلهم مسكين تليفونيات كلهم عايزين يعودوا لوحدهم كلهم بياكلوا وحش جدا عايزين ياكلوا فاست فود فتلاقيهم يا إما رفيعين خالص يا إما تخان خالص تلاقيهم متعصبين تلاقيهم مكسلين يشتغلوا تلاقيهم مش عايزين ينزلوا همش ده اللي بيحصل في الأغلب الأعام في مرحلة معينة في اللي بيعديها وفي اللي بتعدي عليه المرحلة يعني طيب الأهلي اللي عندناها حاجة اسمها ناقص فيتامين نوم ناقص مرض إشباع رغبات اللي اتحطت في الدول الأوروبا اللي هو بقى مرض دايما بنعمله كل حاجة ده شق وشق اللي هم يعني أنا دائما نقول الحبو معتدل بس الناس اللي بتعتمد على التدليل الزايد أو القصوة الشديدة ده جزء والجزء التاني اللي حلوجد عراضي وعراضي استمرت من ثلاث شهور لست شهور وبدأ يخاف من الضلمة وبدأ يخاف من حاجات ما كانش بيخاف منها مع الكوابيس ومع الهلعة الليلي ومع التهتاء أنا كلا عني مشكلة أنا بقى دروش دكتور أنا بقى لازم استشارت الطبيب النفسي بالزبط عشان دي بداية هو في صدمة معينة حصلت في حاجة حصلت له الصدمة دي اللي بتخليها على فكرة في بعض الأطفال بيروحوا إلى حاجة سمع المتلازمة على المفتراضي زي مثلا الاضطراب المصطنع الاضطراب المصطنع هو بيبدأ ترويج إشعاعات أو النوع التاني منه بيبدأ عايز يكسب تعاطف الآخرين أو لفت انتباه الآخرين عشان ماما أو بابا مثلا جابوا بيبي جديد ومش مهتمين به فهو نفسه ياخد الشو فيبدأ يقول فيه ناس كانت شهيرة يعني عنده كانسر وعندهش حاجة عشان اتعاطف الآخرين اتمرت بالزبط فده إيه ده الطراب الطراب حصل له بسبب صدمة إحنا شايفين هام الصدمة يعني إيه اللي حصل ابني مثلا بيعاتها طلع طويلة بيتدلع هيسكت أنا مش بشوف مش بشخص صح